موسيقى نحكي هالشي مع دكتور نادا سويدين بك لنك موسيقى إذن دكتور نادا سويدين موجودة معنا اليوم أخصائية جلدية تجملية أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا موضوع كتير مهم أنا من عبكرة أعلنت عن الموضوع لأنه أكيد الكل رح يتموا فيه فيسلفت بدون عملية شغلة يمكن الواحد بيفكر أنه مش معقولة بس الهي أنه فيه أكتر من طريقة ولا أكتر من حالي مزبوط هلأ في عدة طرق هلأ مجددا يعني علميا صار برا صار أكتريت الدكتور عم بيروحوا للأشياء الغير جراحية أوكي والآمنة أكتر فبالنسبة للشد الغير جراحي هو مبدأ أنه تنرجع عقارب الساعة لورا بس ما منقدمها ما منوقفها عن التقدم ولذلك كل ما بلشنا بكير بهالأمور اللي رح نحكي عنا اليوم كل ما استفدنا منها أكتر شو الأشياء شو المبدأ طبع شد الوجه غير جراحي هو أنه جميلا مع العمر نحنا جلدتنا منحسة أنه بلشت توقع وهذا ناتج عن التراهل اللي ناتج عن عدة شغلات أول شغل الطبقة الشحمية اللي مهدي الجلد بيصير مع العمر تخف أو أشخاص ضعفوا كتير ونشحوا كتير وتغير وزنوا كتير زائد الاستعداد الوراثي بيلعب دور مهم زائد أنه بيصير فيه مط بالجلد بالأنسجة الكولاجين والألاستين فالمبادئ الجديدة مثل الترماج هي كناية عن تقنية بتستعمل الذبذبات الراديوية اللي تبين أنه إذا استخدمناها عم ترجع تنشط خلايا الأنسجة لتفرس كولاجين والألاستين زائد عم تعمل تقلص بالأنسجة فلذلك بتشد هلأ فيه غير تقنيات مثل التايتان اللي هي بتستعمل ليزر الإنفرا راد أو مثلا مثل التيرا اللي بيستعمل الإلترا ساوند واللي هني كلها يأتون على نفس المبدأ ولكن التقنية الأولية اللي بلشتها هي الترماج اللي هي بتشتغل على دبذبات الراديوية فإذا تشتغل على كل جلدة الوج مش بس على جلدة الوج على ممكن نستخدمها على الجسم كمان هلأ اللي هون بحب فسروا أنه منى عملية شد وج يعني ما بنحصل على النتاج اللي بنحصل عليها بشد الوج ولكن في حال استخدمناها بكير يعني الـ ID الـ الـ يعني الشخص اللي أمثل اللي احتل لها التقنية هي الأشخاص اللي بلشت ترهل عندهم بين الخمسة وثلاثين للستين سنة هدول هن الأشخاص اللي بيستفيدوا من هالتقنية وفي حال أكيد أكيد إذا استخدمناها بها الفترة هاي دي ممكن ما نحتاج للشد الوج لأنه فينا بعد عمر الخمسة وستين إذا محافظين على بشرتنا وعلى جلدتنا بها التقنية بدلة نستفيد منها فهي أي محل فيه تراهل بالجلد ناتج عن التمطط بالكولاجين والالستين رح تساعدنا أوكي فإذا هي رح ترجع تخلي هالبشرة ترجع الدب الدب يعني مثل كأنك حتى يتشافة لحمة حتى يتيع على النار كيف بتعمل الشرنكج بيصير فيه تقلص شي ما بيأثر على السيلز أبدا بالعكس هي الحرارة عم بتنشط خلايا الأنسي جي تتفرز مادة الكولاجين والالستين وتقنية كتير سهلة ما إلا أي سلبيات سايد الفاكس أبدا ما فيه سلبيات هلأ أكيد إذا استعملت بطريقة صحيحة من قبل طبيب عارف شو عم بيشتغل ومزبوط أكيد لأنه ما فيه شي ما إله سلبيات عن كنت المبدأ ولكن بس عمليا كيف بتصير هالعمالية غير جراحية غير جراحية نحن أكتر شي المنطقة اللي بترهل منلاحص على القنتور طبع الدقن هادي هي المناطق اللي منحسها أنه بتقشت من الجاذبية زائد مع العمور زائد وقت المنطقة الشحمية بتخف فمنحس أنه هالمناطق اللي أكتر شي بتقشت فنحن اللي منعملوه هو أنه منحط حرارة أوكي المكنة سوري ما جبنا فيديو تنفرجيها مكنة كتير بسيطة بتعطي حرارة ومنمشيها على البشرة أوكي تكوني هالعمالية هادي بتاخد حوالي الساعة أوكي ومنعملها على الوجه الرقبة الجبين تنعلج الشفون فالنتيجة فيه جزء من النتيجة ممكن نشوفها دغري ولكن هالحرارة اللي نحن عم نعطيها للجلد بدلت تعمل تحفيل للخلاية لمدة ست شهور بعد هاتقانية هاي فاللي بالك منضلنا نلاحص تحسن تدريجي خلال هالفترة هايدي والمريض اللي بيعملها بيظهر من عندك بيقدر يروح يسهر يروح يشغله وما في أي شيء ظاهر على الوجه بس النتيجة اللي بدنا نوصلة كيف منعرفها من قبل هلا ما نحن عادة ناخد صور قبل وبعد هلا جمالا نحن وقت نشوف المريض منعمل أساس منتلقلو نشوف كأنه هل هو رح يستفيد من هالتقانية ولا لأ جمالا الأشخاص مثل ما حكيت بين عمر الخمسة وثلاثين والستين سنة هن الأمثل اللي حتى يستفيدوا من هالتقانية إذا التراهل بهالمنطقة منه كتير قوي أو البشرة منه كتير مقذية من الشمس إذا الشخص عم بيعتني ببشرته باستخدامات كريمات لتنشيط الخلايا إذا الاستعداد الوراثي موجود أنه في بعض الأشخاص بتلاقي جلدتهم رقيقة وكتير قاشطة إذا الطبقة الشحمية رايحة بالمرة فهدول مش هستفيدوا بس من هالتقانية بدنا نعملهم أشياء تانية معا لا تكون جزء من المشروع يعني هدا الفحص السريري اللي بنجريه للمريض قبل بنقدر نقوله أنه رايح يستفيد ولا لأ كان أوقات الشخص بيكون طلبه شكل معين يعني بدي عيني تكون مشؤولي بشكل معين لا هتنصير كلها نشوه بعض هالشي مش مظبوط نحنا مثل ما قلت أول ما بلشت أنه نحنا عم نرجع قارب الساعة لورا يعني عم ترجعي مثل ما كنتي قبل 3-4 سنة هذن الأكسفرشنز رح يتحافظ عليهم مظبوط يعني إذا كان عمري كتن مثلا أنا عمري 49 سنة عملت الترماج من 4 سنين للكونتور شو حلوس أننا بنقول العمري أننا نحنا مرتاحين لأنا ما عم بأثر على شكلنا أتقول عمري بقول عمري حالا بالعكس أنا فخورة لأنه اللي حلو أنه الواحد أنا بقول ما بدي دين أصغر بدي أكبر بيروقي أوكي والعمر هو في جوة نفسية أكيد أكيد فهو كل ما تديتي بكير كل ما حفزتي على عمرك بطريقة أصغر يعني ما بديك تغيري شكلك أنت يعني فيك تشكل عينك مثل ما كنت قبل بس ما فيك تعمليها بشكل تاني مختلف وكتير غلط أنك تحاولي تكوني مثل شخص تاني هيدا نوع من العمليات اللي تنعمل نعم اللي هي بديل عن الجراحة في غير إشياء ممكن نستعملها؟ مثل ما حكينا في عندك نفس المبدأ باستخدام الحرارة هي الليزر اللي اسمها تايتان إنفرارد ليزر كمينا بتعمل نفس المبدأ الحرارة لتنشيط الأنسجة وشو الفرق بين اتنين؟ الاتنين التقنيات مختلفة هلأ الترماج جلسة واحدة بتكفي هوني بدنا نعمل عدة جلسات وين الطبيب بينصح بهالتقنية أو التقنية التانية؟ أنا من الأشخاص حسب الأشخاص المرشحين؟ حسب الأشخاص المرشحين أنا من الأشخاص اللي بحب إنه مثلا إذا أقللنا الجلسات للمريض بيكون أحسن أحسن هلأ التكلفة كمينا بتلعب دور لحتى للمريض ينقع هلأ كمينا لكن يعني رح نحصل على تقريبا نفس النتيجة هلأ هلأ والما فيها نقول بالظبط إنه نفس النتيجة ولكن يعني عتنينتهم نحصل على نتيجة متوازية ولكن بعد الأمرار في بعض الحالات اللي بلاقي إنه في ترهل الزيادة وقطعا ما بدون يعملوا جراحة بعمل مزج بين التقنيتان فمنعطي حرارة من تقنيات مختلفة ومن نشط من تقنيات من طرق مختلفة ومنحصل على نتيجة أفضل إذا أن كل حالة بدأ دير راس لحالة أي أكيد لوحدة الليزر أوقت بيخوف اسمه لأنه منعتبر أنه معقول يعمل حرقات معينة أو يغيغ لون الجنب بشرة مزبوط حسب نوع الليزر مزبوط هلأ مثلا في تقنية تانية اللي هي فراكسل ريبير ليزر اللي هو بيستخدم السي أو تو ليزر هاي دي نوع الليزر مزبوط هاي دي ممكن تعمل تبقعات جلدية ولكن بتعمل شدوج كمان هالتقنية هاي دي قطعا لازر نحضر البشرة قبل ما نستخدم هالتقنية هاي بالأخص إذا البشرة حنطية أو سمرة هلأ ولكن بكل هالتقنيات هاي في حال مثل ما سابقا قلت إنه في حال استعملنا كريمات على البشرة اللي هي أفضل كريمات هي مبدأ إعادة الصحة الجلدية طبعا دكتور أباجي اللي هو الفلسفي تبعيته إنك تشتغلي على خلايا البشرة تترجعي وظائفها لطبيعتها يعني مثل الطفولة هيدولي إذا كنا عم نستخدم هالبرنامج هيدا أي تقنية من هالتقنيات رح يعطيك نتيجة أفضل حتى عمليات شد الوجه في حال استخدمتك كريمات لتنظم وظائف الخلايا التقام الجروح بتكون أفضل ونت النتائج بتكون أفضل لأنه إنتي عم تشتغلي مع خلايا منشطة مثل ما إنه واحد بده يعمل سبق فإذا كان معود يعمل محضر حاله أخفي ينتر قبل بجمعة من السبقتي يتمرن هلأ في تقنيات تانية اللي هي مور انفيسف يعني منا بس سطحية عن سطح الجلد مثل الخيوط اللي منستعمل الخيوط اللي هي أبتس ثرد اللي بلشها دكتور روسي بالـ 88 هايدي كمان هلأ كانت موجودة بس هلأ عملت تطورها أفضل إنه صارت أسلم أنا ونفي خوف معايا إنه فيها الخيطان اللي رح يبقوا بقلب الوجه رح يبقوا بقلب الوجه مظبوط ولكن هادو الخيطان يستخدموا بالجراحات العادية يعني برولين ثردز اللي هني منستخدمهم بالعمليات عملية القلب عملية الزل هو الخوف أكتر من الأحساسي اللي ممكن يوالدو هالشي إذا عملت بطبيعة بطريقة